وقعت مشادة كلامية بين النائب أمجد المجالي ورئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطرونة خلال الجلسة المسائية التي كان من المقرر فيها مواصلة مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل ففي خلال هذه الجلسة أصر النائب المجالي على الحديث عن صفقة استيراد الغاز من إسرائيل موجها انتقادات إلى رئيس الوزراء الدكتور عبداللنصور بشأن اتفاقية استيراد الغاز الإسرائيلي قبل أن يصف الطرونة كلامه باستعراض عضلات أمام وسائل الإعلام طالبا من الجميع السكوت ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما رفع على إثرها الطرونة الجلسة وقال أن الأمم نبحث عن رموزها وأجل من أن يلمح له الطرونة وقال أن الأمم نبحث عن رموزها لأن الأجيال بحاجة إلى هذه الرموز وأهمية الرموز ونحن نقول لرئيس الوزراء أننا لا نبحث على رموز لدينا رموز ورموز ولاءنا بالمطلق لهم كلنا يحترم الرموز ويعتبر هذا الرموز هو قائدنا ورائدنا ورمزنا وعزونا وعزوتنا نفتخر به وبعنشه ونباهي الدنيا به وبشرعيته ولا نسمح لجائل من كان بالدنيا أن يشكك بذلك وأن ما يراد من هذا الكلام هو باطل ولا نعرف لمصلحة من تطلق الانتهامات على مجلس يعتبر أن الإساءة لجلالة الملك هي مخالفة دستورية وأن المس في جلالة الملك هو مس بالمجلس ومس بنا جميعا ولاءنا كما ذكرت مطلق لا نسمح لأي كان أن يشيئ له وأن يشيئ إلى الإلاثة العضوية التي تربقنا بجلالة الملك وفي معرض رد الرئيس أيضا أشار دولته أن حكومته تبتحفل المسئولية ترجمة نانسي قنقر